المخوف العراقية من تنامي الصراع الأمريكي الإيراني تصاعدت بعد تعيين الرئيس دونالد ترامب لجون بولتن مستشار للأمن القومي نتعرف على بولتن المعادي لإيران والعرف بالربيع العربي في هذا التقرير مثلث عودة الدبلوماسي المحافظ جون بولتن إلى واجهة الأحداث كمستشار للأمن القومي الأمريكي الجديد خلفا للجنرال هيربت ماكماستر ليكون المستشار رقم 27 في تاريخ الإدارات الأمريكية فلماذا أثيرت كل هذه الضجة حول عودته بالرغم من أن العالم قد ألف تغييرات الإدارة الأمريكية الحالية منذ مجيئها قبل أكثر من عام ربما الجواب يكمن في تاريخ الرجل وخدمته السابقة المثيرة لأكثر من علامة استفهام فبالرغم من أن بولتن خدم سابقا كسفير للولايات المتحدة في الأمم المتحدة لأقل من سنة ونصف ما بين آب 2005 وحتى كانون الأول 2006 إلا أن آراءه ومواقفه السياسية إبان خدمته القصيرة بمعية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش هي ما أثارت الزوابع حوله وعرف الرجل كواحد من أشرس سقور المحافظين الجدد الأمر الذي أعطى انذارا لجميع أطراف المجتمع الدولي باحتمالات ربيع ساخن مقبل هذا العام فالرئيس الأمريكي يتطلع إلى ثلاثة ملفات ساخنة وإن لم تكن بالأولوية زمنيا ذاتها وهي ملفات كوريا الشمالية وإيران وعلاقة الولايات المتحدة بشركائها تجاريا مثل أوروبا والصين ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاقتحام أول الملفات بوفد سقوري من الدرجة الأولى وهو ملف كوريا الشمالية ويتكون الوفد من الثنائي بومبيو وبولتون وينوي أن يخوض بهما أول مفاوضاته لكن إيران شأن آخر لا سيما وأن بولتون كان أول الداعين إلى استعمال العنف معها فهل اختياره للمنصبي هو جزء من تكتيك تخويفها لجرها لطاولة المفاوضات كما حدث مع كوريا الشمالية أم أن تهديد الحرب هو الهدف النهائي للإدارة كما تتمنى إسرائيل ودول الخليج في ضغوطها على واشنطن وهذا يعني أن العراق سيكون ساحة في حال اختيار الحل الأول أو لن يكون كذلك لو اختار ترامب الحل الثاني